أعطيكم العافية معكم مدونسلوكسرس.com أحمد معنا هني تليفونين أنا سويت الفيديو حبيت أسوي الفيديو لأنا ناس وايد من ربعي من أهلي ناس معرف ومن المدخل محلات مرات جرق ليش كلها أتكلم أندرويد ليش كلها أقول لنا والله أندرويد أحسن من آبل ولأنا أندرويد أحسن من آي او اس أو ليش إذا أحد ينسألني أي تليفون الصحفي أولا يعني أشعر عليه أقول لنا والله إخذ أندرويد بعدين إذا شفت أنه والله أدارك شوي مرات أقول لنا أخذ آيفون ليش لأنه شنو التزاماته شنو احتياجاته طبعا بناها كل واحد شنو هو يحتاجه وممكن هالجهازين أصلا ما يصلحون لكم نهائيا فيعتبره يعني يعتمده شنو اللي أنت تحتاجه بالتليفون عشان أنا أقدر يعني أساعدك أقول لك إنه والله هالتليفون يصلح لك ولا هالتليفون ما يصلح لك ولا هالتليفون زين لك ولا مو زين لك فهو عامتين حاليا بالسوق أكبر يعني المسيطرين على السوق هما الآي او اس أبل والأن من دوغل فأنا عيبت أحسن جهازين موجودين حاليا بالسوق اللي يمثلون هالأبراتينج سيستم أو الإيكو سيستم آيفون 5 طبعا قالب هم أنا أظهرهم لأنهم جدهم سوا هد بسوا هد ما تشوف يعني يمكن ماكو فرق إلا الحجم بس خليتم تي أظهرهم الأحسن جهاز تشتري ممكن حين من أبل وهو الآيفون 5 الآيفون 5 فيه الليتست تكنولوجي وليتست ديزاين ويعني أحدث جهاز من أبل وهو الآيفون 5 أحسن جهاز ممكن تشتري حق الآي او اس وهو الآيفون 5 وما يبينين يعني أنا براي وأحسن جهاز ممكن تأخذها حق الأندرويد وهو النيكسس ليش مخطبتي غالكسيا ستري ليش مخطبت الـ HTC One X Plus أسباب كثيرة الجوجل لما تسوي أندرويد هي خذت البراندينج مع النيكسس وصار هذي جسد جوجل جوجل رسمي يعني وهو أول جهاز ينزل عليه أفديت مع الأندرويد التحديث اللي موجود على هذا التليفون حاليا أندرويد 4.2.2 مو موجود على ولا الجهاز الـ Galaxy S3 والـ Galaxy Note 2 واللي هما أحدث أجهزة حق الأندرويد الموجودة بالكويت واللي هما أكثر شي ناس تشتريهم الـ update اللي فيه check على تليفونك check على تليفونك الحين الـ update اللي موجود عليه 4.1.2 حتى 4.2 ما وصله هذا 4.2.2 فأبديتات أول بولت هي على أجهزة النيكسس من جوجل فعشان جدي أنا حطيتها وهو أحدث جهاز يعتبر من أندرويد دعنا نقارن الـ hardware أول بول عندنا الـ iPhone 5 iPhone 5 شاشته 4 إنش شاشة الـ Nexus 4.7 إنش أكبر .7 مو بس كذي الـ iPhone شاشته 4 إنش وبالطول ما فيها عرض هذا لا متوازن بين الطول والعرض رزولوشن مع الـ iPhone 1136 سنعدل الـ focus رزولوشن مع الـ iPhone 1136x640 رزولوشن مع الـ Nexus 1280x768 يعني HD مو HD على الأقل 720 عشان توصل HD مو موصل حتى 720 ووصل 640 أثناناتي مستخدمون IPS تكنولوجي TFT يعلى علي النكسس إنها IPS True HD عشان الـ resolution ما له فالحين عندنا حجم الشاشة ممكن يختلف ممكن أن تحتاج شاشة كبيرة بس كـ HD كوضوح كدقة شاشة الـ Nexus أو ضح من الـ iPhone شغلة ثانية أثناناتي مستخدمون الـ IPS تكنولوجي معنات أثناناتهم بالشمس واضحين البلاكس مو ويد ديب بس الألوان فيب نشوف أحين عندما خلصنا من الشاشة نشوف الـ Processor والكمبيوتر اللي هو وصف يعني داخلهم عندنا بالـ iPhone 5 الـ iPhone 5 شغال على الـ A6 chip من أبل عبارة عن Dual Core 1.2 GHz 1 GHz الـ chip اللي شغال بالنكسس Quad Core 1.5 GHz 2 GHz فكـ Processing Speed و Power Rendering حتى حق الـ Display ويد يعلق على الـ Nexus ويد أحسن من الـ iPhone الـ iPhone ليش سريع؟ طبيعي Apple هي تصنع الجهاز هي تصنع الـ chip هي تصنع الـ Operating System فكلها متطابق مع بعض الـ Nexus الـ Hardware مساويته شركة LG قل نعدل الـ Focus شركة LG هي مساوية الـ Hardware مع الـ Nexus وGoogle هي مساوية الـ Operating System و Qualcomm هي مساوية الـ chip وفوق هذا اللي حين هو أسرع من الـ Apple معنى كل شيء بـ Apple من شركة Apple هي مساوية الـ الـ Operating System لا قبل ندخل الـ Operating System بطارية الـ iPhone 1440 ميليمبير بطارية الـ Nexus 228 ميليمبير الـ iPhone 5 في كاميرا 8 ميجي بيكسل و Single LED Flash يدعم الـ Panoramic View و HDR recording الكاميرا 8 ميجي بيكسل و Single LED Flash يدعم الـ Panoramic و HDR recording يدعم الـ Photosphere بطارية الـ عندهم الجهازين في كاميرا من جدام وفيهم Ambient Sensor يقضبون معاك لما تقضب الشاشة وفي عندهم السنسر اللي الشاشة تطفي لما تحط التلفونية من الأذون عشان لما تتكلم الدقة مات الرأس و غلط خنبلش نشوف الحين الـ Operating System الـ iPhone طبعا فيه iOS 6.1 والـ Nexus في Android 4.2.2 نبلش من الـ Lock Screen الـ Lock Screen طبيعي مع الـ iPhone معروف تسوي Slide 2 Unlock يفتح الجهاز تقدر تسحب اليه فوق يبطل الكاميرا و إذا انت حاط Passcode أو Password من تسوي Slide Unlock يقولك حط الـ Password و يفتحه اليك عندك الـ Notifications الذين كانوا موجودين برة تقدر تسحب على الـ Notifications و يدخل البرنامج و يدخل الـ Notifications و يدخل الـ Notifications نفسه نشوف الـ Lock Screen مات الـ Android مقارنة حين الـ Lock Screen مات الـ Android أقدر أنا أسحب أي مكان أي مكان أقدر أسحب فوق تحت يمين يسار أي مكان أبي و يسوي لي Unlock إذا بفتحه كاميرا أسحب من اليمين يفتح لي كاميرا إذا أنا أبي أفتح و إذا أنا فتحت حين كاميرا أقدر أفتح الكاميرا من اليمين و إذا عندي أنا Notifications أقدر أسحب من فوق و نشوف شين عندي الـ Notifications إذا أنا أقدر و في زيادة من الـ Nexus أن أقدر أسحب من يسار و أقدر أضيف Shortcuts من الـ Lock Screen أنا هنا حطمة الأوقات الصلاة عشان ما لازم أسوي Unlock و أقدر أشوف الأوقات الصلاة مثل أقدر أضيف بعد زيادة Shortcuts و إذا أقرأ أضيف بعد زيادة و أقدر أضيف المنزل أي وددان عندي يمكن أن يكون هناك support حق الـ Lock Screen و أقدر أضيف المنزل أقدر أضيف المنزل هذا هو Lock Screen مبدئيا الآن أنا أقدر أسوي مور بالـ Lock Screen Martin Nexus عن الموجود بالـ iOS الآن سونا أن نقوم بـ Unlock وهذا المنو أول أنت ما تسوي Unlock بالـ iOS معروف المنو جدامك المنو عبارة عن شاشات و إيقون وتقدر أنت تضبطهم وتسوي فولدرات وتقدر تحط لأنت تستخدمها أكثر شيء بالـ Dock تحت و بس هذا المنو مع الـ iOS تقدر تسحب على اليمين كلش نحاول نعدل Focus نسحب على اليمين كلش عشان ندش Universal Search هنا نقدر نسوي Search على النت أو نسوي Search على شغلات موجودة أرادية بالجهاز هذا المنو مع الـ iOS المنو مع الـ Android من تدخل الجهاز يختلف عندك هوم سكرين ليس هوم سكرين الوحدة خمسة منمو خمسة هوم سكرينات الهوم سكرين نعدهم خمسة مع بعض هذه الوحدة بنتين ثلاث أربع خمس حتى في الانميش إنه إذا تريد تمشي بعد ما يخليك لذا نتعرف إنه هذي آخر هوم سكرين و لا يوجد هوم سكرين غيره عندنا 5 هوم سكرين و بالهوم سكرين نقدر نحط أي شورتكوت نري و في شي مو بس شورتكوت في شي اسمه وجد أقدر أنا أحط يعني مثلا هذي عندي ماي إيميل وجد أقدر أنا أشوف الإيميلات مروتي من بره ما لازم أدخل عند الإيميل أدخل منيو و أدخل الإيميل علشان أشوف شون عندي مثلا أنا أشوف الإيميل مثلا بالـ iPhone لازم أدخل على إيميل بعدين أشوف أنا شون عندي لا هنا من الوجد من الهوم سكرين نفسه عندي عندي فايفوريت كونتاكت عندي الوجد مثلا هني مع الإيميل مع الدوام عندي هني مع جوجل ناو أراويكم يا رحين المنيو مع الأندرويد أدخل الدقمة بس هذا اللي تحت وهني أشوف الـ traditional menu style نفس الإيفون تغريبا لي بس إيقون وأقدر أدخل على المنيو هذا الـ traditional menu مع الأندرويد شون أقدر أضيف وجيت أقدر أضغط على هذي اللي يفوق وجيت ودخل الحين على الوجيت أقدر أضيف أي وجيت أبي For example أبي ساعة أضغط عليها بحطها بره خلص حطت ساعة ذات إزي على براتهم بهالبساطة هذا المنيو مع الأندرويد وهذا المنيو مع الإيفون لكم مختيار تنولي أسهل و تنولي مو بورنج ليونس أكثر Customization هنا أقدر أضغط wallpaper من بره تقروني تشوفونها ومو بس wallpaper أقدر أضغط شيء اسمه Live Wallpapers خلنا نختار مثلا هالي ماتل Nexus Set Wallpaper يتحرك ويتفاعل مع التتش وين أنا أضغط سبعي يتفاعل وياي طبعا بالآيفون غسل إيدك غير الـ wallpaper اللي تنحط باللوك سكرين والـ wallpaper اللي ينحط وره هني ماكو شيء هذا الـ customization مع الآيفون شنو الـ customization اللي أنا أقدر أسوي بالآيفون أنا أقدر أسوي رينج حق الإيقون هذا الـ customization اللي أنا أقدر أسوي حق الأندرويد يعني تقدر تقول شبه endless صراحة تقدر تسوي customization من هنا باتر و تقدر تسوي زيادة راويتكم المنو الحين أنا شان صاير أنا أريد منزل لونتشر عشان أراويكم من العملية الشان ويت سهلة من أدخل أنا هاللونتشر تغير المنو من الجهاز يصار نفس الـ windows نفس الـ windows تغير المنو تغير المنو سويت customization الحين أنا أغيرت المنو أقدر رجع مرة ثانية حق المنو مالي شيء ويت سيمبل ويت حلو و مو بورينج كل شيء مو ممل تليفون كل يوم تقدر تغيره على مزاجك شون أنت تابعه نكمل خلنشوف الـ notification إذا وصلت لك رسالة أو شيء شون شوفه بالـ iPhone بالـ iPhone تقدر تسحب من فوق وتشوف شون اللي واصلك والبرنامج اللي أنت تابع تشوف اللي واصلك منه تضغط على الـ notification ويوديك حق البرنامج على طول هذا الطريقة اللي أنت تشوفيها إذا أنا ما بيشوف الـ notification أضغط على الـ X وطق Clear تروح الـ notification واللي موجودة زيادة عندي أنا بالـ notification هني بالـ iPhone إنه عندي الـ weather وعندي هني tab to tweet وأقدر أضيف حتى tab to facebook عشان أقدر أطرش فيسبوك وفيه stock أنا شايل مات لـ stock عشان أنا أضمبخنا مع أبل هذو الـ features اللي يتيب للـ notification toggle That's it أسحب من فوق هذا اللي أنا أقدر أشوفه هذا اللي أنا أقدر أسويه من الـ notification toggle خلنشوف الـ android ماذا نحن نقدر نسوي بالـ notification toggle مات الـ android أولاً أقدر أنا أدش بالـ notification toggle مات الـ android وهو مكفور ما رازم حتى أفتح بس خلنفتح الجهاز أفتح الحين الـ notification toggle نسحب من فوق مرة ثانية نفس الطريقة بالضبط يراويني هنا إن أنا عندي إيميلات إذا أنا ما بيشوف الإيميلات كلها أقدر أسوي two fingers أصعد لي فوق يساكر لي ياه يراويني هنا في six new messages على الإيميل مالي أسحب مرة ثانية تحت أقدر أنا حين أشوف شنو هي الإيميلات اللي يسج واصلكني إذا ضقت على واحدة منهم راح يوديني على الـ application مالي اللي هو في الإيميل عشان أقدر أشوف شنو الإيميل اللي واصلني إذا أنا ما بيشوف شنو هو اللي واصلني ما بيشوفه الآن ما في دقمة clear نفس الآيفون لا في شيء أحسن swipe وراح راح notification خلاص أقدر الحين مثلاً عندي هنا notification شكراً 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة